خالد أهم ملامح الوضع الراهن لنظام التأمين الصحي قبل أن نتحدث عن القانون كيف ترى؟ طبعا نحن نترك للأستاذ المشاهدين الحكم على الوضع الراهن لنظام الصحي بصفة عامة وعلى خدمات التأمين الصحي بصفة خاصة نظريا التأمين الصحي يغطي حوالي 60% من الشعب المصري أكثر من 60 مليون مواطن مغطونا بالتأمين الصحي قرارات صدرت خلال 30 عاما الماضية بضم عشرات الملايين من المصريين دون وجود تغطية مالية كافية تم ضم أطفال المدارس ثم أطفال من سن الولادة حتى دخول المدرسة ثم تم ضم المرأة المعيلة والفلاحيين يعني كان هناك تسويق سياسي لفكرة التأمين الصحي دون وجود دراسة حقيقية مالية لتكلفة الخدمة الصحية وهذا ما أدى إلى يعني انهيار تم في الخدمة الصحية في مصر لأنه كان سواء في التأمين الصحي أو في وزارة الصحة نفس الفكرة تسويق سياسي أن العلاج مجاني وأن المستشفيات تجيدة وأن المريض يمكن أن يذهب إلى المستشفى فيجد كل شيء وفي نفس الوقت لا توجد دراسة حقيقية للتكلفة لا توجد ميزانية تغطي ذلك ويتم اقتطاع ذلك من رواتب العاملين ثم من خطط البنية التحتية ثم من مستلزمات في النهاية فأصبح الحال هو الموجود حالان يذهب المريض قد لا يجد طبيب وفي معظم الأحيان يطلب منه شراء المستلزمات من خارج المستشفى إلى آخر الوضع الذي يعرفه كل السادة المشاهدين نحن الآن إذا مواجهة كل ما حدث خلال أكثر من خمسين عاما يعني منذ بداية التمين الصحي بداية جيدة عام 64 وكانت أنية لتغطية الشعب المصري كله خلال عشر سنوات ولكن التدعيات السياسية بعد حرب 67 والمشاكل وإلى آخره كانت أقوى من استكمال الفكرة واستكمال الانفاق بهذه الطريقة يعني المشكلة الأساسية في تدهور مسألة التأمين الصحي مسألة التمويل وزيما حضرتك أقريت سواء الآن أو حتى في لقاءات سابقة أنه وفيش حاجة اسمها خدمة صحية مجانية لابد أن يكون لها مقابل ومقابل مادي مجزي لكي يحصل المريض أو المستفيد على خدمة جيدة ليس مقابل ولكن لابد أن يكون هناك تكلفة تغطى ثم يكون هناك توافق مجتمعي على كيفية تغطية تلك التكلفة فهل إحنا الشعب غني بحيث أن كل مريض يدفع تمن التكلفة لا لكن هناك دستور كتب وحدد كيفية تغطية تلك التكلفة عن طريق تأمين صحي اجتماعي شامل لكل المواطنين من كل الأمراض تكون الاشتراكات فيه بنسبة الدخل وتكون الخدمة فيه الغرض منها تقديم خدمة ذاتها جودة هذه الشروط الموجودة في الدستور